بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن حكم يا هشام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار الإنسان الذي يكون حييا في هذه الدنيا يكون مستحيا في هذه الدنيا يتعامل بحياء مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى ومع أهل البيت عليهم السلام هذا الإنسان اعرفه بأنه إنسان مؤمن وأنه يمتلك خصطة من خصال الإيمان وهذه الخصطة تقوده إلى الجنة بعكس الإنسان القاسي الذي يكون دائما فحاشا ويتكلم ولا يخجل من الناس ولا يستحي من الناس ولا يتعامل بحياء اعلم بأن هذا الإنسان يمتلك صفة من صفات أهل النار وسوف يكون في نار جهنم بسبب أنه يمتلك هذه الصفة يا هشام المتكلمون ثلاثة فرابح وسالم وشاجب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قسم الإنسان المتكلم الناطق إلى ثلاثة أقسام إما إنسان رابح وإما إنسان سالم وإما إنسان شاجب أي هالك فأما الرابح فالذاكر لله هذا الإنسان الذي دائما تجده بأنه يلهج بذكر الله هذا إنسان رابح وأما السالم فالساكت هذا الإنسان الذي لا ينطق بشيء يكون سالما لأنه لا يسجل عليه سيئة وأما الشاجب أي الهالك فالذي يخوض في الباطل تجده بأنه دائما يتكلم بأمور باطلة لا نفعلها أو أشياء تؤدي إلى المعصية إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه الله سبحانه وتعالى حرم على كل إنسان يكون لديه هذه الصفات يتكلم بفحش يتكلم ببذاء يكون لسانه ممتنئا بالكلمات التي تخدش حياء الآخرين أو أنه تقلل من احترام الآخرين ولا يبالي ما قال الناس فيه تجد بعض الناس أنه تأتيه وتنصحه وتقول له بأن الناس يتكلمون عليك بسبب سوء أخلاقك أو بسبب أفعالك أو بسبب أقوالك التي تقولها لا يبالي يقول أنا لا يهموني الناس لا يهموني رأي الناس وهو بهذا المعنى أي أنه يكابر على المعصية يكابر على الخطيئة الإمام الكاظم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على هكذا شخص وكان أبو ذر يقول الإمام الكاظم عليه السلام وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول يا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك كما أنك أيها الإنسان تحافظ وتغلق على ذهبك ومالك ونقودك والأوراق المهمة التي تمتلكها تغلقها وتضعها في صندوق وتضع على الصندوق قفلا كذلك يجب عليك أن تضع قفلا على فمك حتى لا يخرج هذا اللسان ويتكلم بأمور تدخلك إلى جهنم والعياذ بالله هذا اللسان الله سبحانه وتعالى جعله سلاحاً ذو حدين إما يدخلك إلى الجنة وإما يدخلك إلى نار جهنم فيجب عليك أن تعرف متى تفتح فمك وتخرج هذا اللسان وماذا يقول هذا اللسان هل يقول قولاً صالحاً قولاً حسناً حتى يدخلك إلى الجنة أو يقول قولاً سيئاً ويدخلك إلى نار جهنم بسبب هذا القول يا هشام بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه تجد بعض الناس عندما تلتقي معه وتحضر عنده وتسلم عليه يلتقيك ببشاشة وبضحكة وبابتسامة ولكن بمجرد أن تغيب عنه يأكلك كما يعبر الإمام الكاظم عليه السلام ينهش لحمك من الغيبة ومن الحسد ومن التهمة هذا الإنسان الإمام الكاظم عليه السلام يقول بئس العبد هذا الإنسان يمتلك وجهين ويمتلك لسانين أمامك يكون بشيء وبصورة وبلسان وخلفك يكون بصورة وبلسان آخر إن أعطي حسده وإن أبتلي خذله إذا هذا الشخص الذي هو صديقه وأخوه المؤمن إذا تحصل على مال أو تحصل على عطية حسده ولكن إذا مر بمصيبة ببلية لم يكن في مساعدته يخذله إن أسرع الخير ثوابا أيضا يقول الإمام الكاظم عليه السلام إن أسرع الخير ثوابا البر يعني فعل العمل الصالح وأسرع الشر عقوبة البغي الذي يبغي على الناس وناس لم يؤذوك أو لم يكن لهم صلة معك أنت تبغي عليهم تحاول أن تنال منهم تحاول أن تنقص من عطاياهم هذه كلها تعد من أنواع البغي أن تبغي على إنسان آخر أسرع أنواع العقوبة هي هذا الفعل أن تبغي على إنسان ليس بينك وبينه عداوة ليس بينك وبينه مصلحة وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه هؤلاء شر عباد الله بعض الناس والعياذ بالله من شدة فحشهم من شدة أن هذا اللسان تعود على قول الكلمات البذيئة تخشى أن تجلس معه تخاف أن تجلس عنده لأنه تعلم بأنه إذا جلست عنده إما يتهمك وإما يسيء إليك بالقول أو يسيء القول إلى شخص آخر بمحظرك وهل يكب الناس يقول الإمام موسى بن جعفر وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم هل يوجد شيء أكثر من حصاد اللسان من أن يكون سبب دخول نار جهنم وأن يكب على وجهه لا يوجد شيء أكثر من حصاد اللسان بسبب اللسان بسبب الكلام يدخلون ويكبون على نار جهنم كما أنهم استخدموا وجههم واستخدموا فمهم واستخدموا لسانهم لقول المعصية ولقول الفحش الله سبحانه وتعالى أيضا سيكبهم على وجههم في نار جهنم ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه إذا أردت أن تعرف بأنك مسلم حقيقي اعرف واعرض على نفسك هذا الأمر هل أنت تتدخل في كل شيء أو أنك لا الأشياء التي لا تعنيك لا تتدخل بها هناك مثلا نفرض قضية بين أخيك المؤمن وشخص آخر ليست لك علاقة بها لا تتدخل فيها هناك أمر بين فلان وفلان وهم بعيدون عنك لا تتدخل فيها فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه يا هشام لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا خائفا وأيضا يكون راجيا خائفا من عذاب الله تعالى وراجيا لرحمة الله تعالى ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو لا يمكن بأنك تدعي بأنك تخاف من عذاب الله وأنت تفعل المعاصي ولا يمكن أن تقول بأنك راجيا لرحمة الله وأنت تقنط من رحمة الله فإذن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يكون خائفا وراجيا ولكن متى ما كان ملتزما متى ما كان محققا لما يخاف ولما يرجو لا يمكن أنا بأن أدعي بأنني أخاف من الله وأخاف من عذاب النار وأفعل المعاصي فأي خوف هذا كذلك قال له الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام قال الله عز وجل وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه جعلته غنيا في نفسه يشعر بأنه غني وإن كان لا يملك المال وهمه في آخرته وكففت عليه في ضيعته يعني إذا كان محتاجا أنا كنت كافيا له وضمنت السماوات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر هذا الإنسان الذي يقدم مرضات الله سبحانه وتعالى على هوا نفسه الله سبحانه وتعالى سوف يتكفل بجميع أموره في الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله وإياكم من الملتزمين بتعاليم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعتي في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر